المركز الوطني للمعلومات وقفة احتجاجية أمام مقر عملهم احتجاجا ومطالبة بصرف مستحقتهم وتسوية أوضاعهم مؤكدين مواصلة احتجاجاتهم حتى تلبية مطالبهم التي اعتبروها مشروعة يذكر أن المركز يقوم بتوفير المعلومات اللازمة لدعم صناعة القرار بطرق سليمة وبناء على معطيات معلوماتية دقيقة وكافية إلى جانب التوسع في إدخال الأنظمة المعلوماتية هناك ممارسات ضد المعلومات هذه ممارسات ضد المعلومات لتجهيل صانع القرار بالدرجة الأولى إذا ما قامت هذه الجهات بالعمل الموجب لها بموجب قرار إنشاءها وخدمة صانع القرار وخدمة مؤسسات الدولة فكيف ستبني الدولة قراراتها قادما يعني